اشتركوا في القناة بغرة إسرائيلية بوقت لم تغب أي صحيفة عن خبر استهداف الضحية الجنوبية لأمس وتضاربت المعلومات بالصحف بين من يؤكد اغتياله وبين من يقول أنه قد نجم بوقت أعلن البيت الأبيض منذ قليل أنه على علم بالتقارير عن اغتيال هنية فهل اغتيال هنية والقيادة بحزب الله فوقت شكر رح بتكون نقطة تحول بمسار الحرب وهل بتفتح البيب أمام حرب واسعة أم تنجح التدخلات الديبلوماسية بمنع توسعة بحلقتنا لليوم نبراس ريفيو رح منكون بقراءة عسكرية عن إخر تطورات مع اللواء دكتور عبد الرحمن شحيتلي ومنكمل حلقتنا بفقراتنا المعتادة بداية حلقتنا بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا نهار من العام 1958 انتخب قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية وبداية جولتنا رح بتكون مع صحيفة النهار ومنشوف أبرز العنوين التي تصدرت الصفحة الرئيسية إسرائيل أسقطت الخطوط الحمر وفشلت في الاغتيال تسأل صحيفة النهار فؤاد شكر أحد المتهمين في تفجير المارينز ببيروت عام 1983 البيت الأبيض لا يعتقد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله حتمية أيضا الجبهة الثامنة يهز الدولة الهجوم يهز الدولة العميقة في إسرائيل ومننتقل للصفحات الداخلية ومنطلع على ما جاء في أسرار الألهة لم تتأثر حركة الوافدين اللبنانيين إلى مطار بيروت الدولي وفق ما بيّنت بيانات المسافرين أمس بل أن كثيرين منهم تحولوا إلى شركة طيران الشرق الأوسط لحجز مقاعد لهم بعدما ألغت شركة طيران أخرى رحلاتها إلى لبنان لا يزال هنبعل القذافي منذ تسعة أعوام يقبع في السجن اللبناني من دون محاكمة ومن دون تجرؤ القضاء على أطلاق سراحه لأسباب سياسية ننتقل للسرة الثالث بصحيفة النهار أوردت صحيفة الرأي الكويتية أن مكافحة المخدرات في الكويت انتصرت لطبيب لبناني دس عسكريان مخدرات في سيارته في قضية كيدية وصف وزير سابق الذين هاجموا موقفه من حدثة مجد الشمس بكلاب التواصل الاجتماعي وأيضا من الأسرار يتم إعادة عرطة وقاعة ميشيل حيك عند وقاع أي حدث أمني وسياسي للدلالة على صدقية ما أورده في مطلع السنة أيضا منشوف بأصفحات الداخلية بصحيفة النهار ديبلوماسية الاحتواء تسابق أرد الإسرائيلي ومنشير إلى أنه أيضا المصادر والأجواء عن حدثة الأمس وعن الإغتيال بالضحية الجنوبية لم نشهد بأي صحيفة غابت أي مصادر في أصفحات الداخلية للصحف المحلية لليوم اليواء إسرائيل تقصف الضحية بموافقة أمريكية والهدف وآت شكر مسيرات انقضادية على مستعمرات الشمال وفتح الملاجئ في تل أبيب استعدادا للحرب أيضا منشوف بالعنوين إخلاء إسرائيلي تكتيكي لمناطق في خانيونس ووتيرة المجازر متصاعدة والخبر العام يتصدر هو إخلاء عدد كبير من المناطق والطلب من بعض سكان المناطق في إسرائيل التزام الملاجئ تحسبا لأي رد من حزب الله على حادثات الضاحية الجنوبية بالأمس الصفحات الداخلية باللواء إسرائيل تعاملت مع ما حدث في مجل الشمس على قاعدة قتلت القتيل ومشيت بجنازته حزب الله يقدر عاليا موقف جملاته وبصدد إعادة تقييم للعلاقة مع الساحة الدرزية نطلع على أبرز ما جاء في مقال حسين زلغوت ينطبق على حكومة الاحتلال الإسرائيلي المثل القائل قتلت القتيل ومشيت بجنازته في مجل الشمس فرغم قطع أهل المنطقة الطريق أمام إسرائيل لناحية استغلال ما جرى ووقد القيادات الروحية والسياسية الدرزية هناك وفي لبنان الفتنة في مهدها ونعت بن يمين نتنياهو بقاتل الأطفال إلا أن رئيس الحكومة الاحتلال أصر على تواعد برد قاس على حزب الله خلال زيارته مجل الشمس رغم أن رئيس هيئة السلطات الدرزية ياسر غضبان توجه برسالة إلى جميع الممثلين السياسيين والوزراء والضباط الرفعي المستوى بعدم الحضور للتعزية بناء على رغبة عائلات الضحايا وحساسية الوضع وبناء على رغبة أهل الضحايا والقيادة الدرزية بإقامة جنازة دينية هادئة وسؤال الذي يطرح نفسه لماذا سارعت إسرائيل إلى استغلال ما حصل في مجل الشمس من مقال حسين زلغوت سننتقل إلى أسرار صحيفة اللواء وضعت دولة كبرى وضعت في أجواء الهجوم على حزب الله قبل عودة نتنياهو من الولايات المتحدة وجرى اختيار الاسم بالاتفاق إلى غمز لا تزال مسألة المساعدات والعدالة في توزيعها على الموظفين والمتقاعدين تحدث إرباكا داخل الهيئات الغائبة وسلطات القرار الرسمي والمالي إلى لغز حسب مصادر المعلومات فإن دولة أوروبية تمكنت من الحصول على ذات المعلومات والتي تزود إسرائيل ببعضها ننتقل لصحيفة الديار طبعا بعد نشوف استهداف الضحية وفؤاد شكر بالأمس عم يحتل صدارة العنوين وحتى الصور اللي احتلت أصفحات الأولى إسرائيل تضرب في الضحية كيف سيرد حزب الله استنفار دولي لتفادي حرب شاملة وأزمات إسرائيل الداخلية تهدد وحدة جيشها بوقت كانت آلة إسرائيل ذكرت ببيان أن الرد انتهى هون ولا تسعى إلى توسيع الحرب وحتى البيت الأبيض يؤكد أنه لا توسع لنية لتوسعة الحرب ولكن السؤال عم يتردد بيئة صفحات كيف سيرد الحزب وهل ستفتح عمليات الأمس الباب واسع أمام عمليات عسكرية جديدة وهل تتوسع رقعة العمليات أيضاً نشوف بيئة العنوين الإقليمية الاحتلال في نت ساريم رفح تحت النيران انتشار عشرة شهداء في خان يونس إلى جولتنا على صحيفة الأخبار المقاومة للعالم لكلام خارج الميدان صحيفة الشرق عنوانة رد إسرائيل فاشل إسرائيلي فاشل وبري لسنا خائفين على لبنان ونشوف ببعض المواقف الرئيس مئاتي التهويل لن يسنينا عن التمسك بالحقوق الحوت المتار غير مهدد وحركة الطائرات شبه طبيعية وقائد الجيش لبنان صامت بصمود جيجه وتضحياته وفرنجيه لتغريب الوعي لمواجهة التطورات المتسارعة جولتنا من تبعا صورة الضاحية تتصدر الصفحة الرئيسية بيلوريان لوجور والعنوان تم تجاوز الخط الأحمر ماذا الآن؟ أيضا الأزمة الفرنسية الجزائرية بعد نعم من باريس إلى الرباط من جولتنا على الصحف المحلية بريك ومن بعد منتبع حلتنا ومنوصل بحلقتنا لجولة على الصحف العربي بعدما تعذر اتصالنا بضيفنا ومنوصل بحلقتنا إذن لقراءة لأبرز عنوين صحيفة الشرق الأوسط إسرائيل ترد في ضحية بيروت الجنوبية العراق دعوة لدمج الحشد في الجيش تقود نائبا إلى المحاكمة بشيكيان يؤدي اليمين ويتعهد سياسة خارجية متوازنة واشنطن تؤكد وطهران تنفي التدخل انتخابيا ضد ترامب بوادر أزمة فرنسية جزائرية بسبب الصحراء ننتقل للصفحات الداخلية بالشرق الأوسط سنرى كيف عالجت الشرق الأوسط عملية استهداف الضحية الجنوبية وفؤاد شكر بالأمس وأبرز ما كتبته صحيفة الشرق الأوسط شنت الطائرات الإسرائيلية إذن غارة عصر الثلاثة استهدفت مقر قياديا لحزب الله في ضحية بيروت وتردد أنه فؤاد شكر غير أن وسائل إعلام تابعة للحزب أعلنت أن عملية الإغتيال فشلت ونقلت وكالة رويترز عن ثلاث مصادر أمنية رفيعة المستوى أن ضربة إسرائيلية للضحية الجنوبية في بيروت استهدفت رئيس غرفة عمليات الحزب وذكرت المصادر أنه يدعى محسن شكر لكنها أضافت أنه يعرف أيضا باسم فؤاد شكر الذي فرضت لولايات المتحدة عقوبات عليه عام 2015 وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ ضربة في ضحية بيروت استهدفت القيادي وجاء في البيان نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربة محددة الهدف في بيروت على القيادي المسؤول عن قتل الأطفال في مجد الشمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين وبحسب صحيفة الشرق الأوسط أدت الغارة التي يعتقد أنها نفذت بواسطة طائرات من دون طيار إلى انهيار المبنى ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قيادي في الحزب أن الغارة استهدفت قياديا عسكريا يطلع بدور بارز في عمليات حزب الله ضد إسرائيل في جنوب لبنان هذا وكانت سبقت الغارة الإسرائيلية تصاعد لافت في حدة القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في تصعيد لافت للعمليات العسكرية وتضمنت أعلانا إسرائيليا عن مقتل إسرائيلي واعتراض مسيرة فوق البحر المتوسط يعتقد أنها كانت تتجه صوبة منصات الغاز الإسرائيلية فيما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات أكثر عمقا بالدخل اللبناني خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وكثف الجيش الإسرائيلي ضربات باتجاه مناطق أكثر عمقا داخل جنوب لبنان أسفلت عن مقتل أربعة أشخاص خلال أربع وعشرين ساعة إضافة إلى ضربة استهدفت الثلاثاء بلدة جبشيت في قضاء النبطية مما دفع حزب الله إلى تصعيد ضرباته التي بلغت ست عمليات عسكرية حتى مساء الثلاثاء بينها اعتراض لطائرة حربية إسرائيلية بإطلاق صاروخ دفاع جو تجاهها ومن صحيفة الشرق الأوسط أيضا منشوف بالموضوع المتعلق باللبنان لبنان يلجأ إلى مجلس الأمن ردا على التهديدات الإسرائيلية بشأن شن حرب ومنشوف بهذا المقال كتبت الشرق الأوسط توجهت الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي برسالة مفصلة ترد فيها على المزاعم والاتهامات الإسرائيلية بعد تهديد تل أبيب برد انتقامي على هجوم بلدة مجد الشمس في الجولان السوري المحتل وأبلغت الحكومة اللبنانية دولا غربية وأوروبية أن التهديدات الإسرائيلية المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة لن يسني اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها بكل الوسائل التي تقرها الشرائع الدولية بموازاة تأكيد رئيس البرلمان نبيه برد أن المدخل الأساسي للاستقرار وتجنيب المنطقة اندلاع صراع لن يسلم منه أحد وهو الضغط على إسرائيل لإيقاف حرب غزة من جولتنا على شرق الأوسط ننتقل لصحيفة الاتحاد الإماراتية نيابة عن رئيس الدولة عبد الله بن زايد يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني محمد بن راشد ومنصور بن زايد الارتقاء بجودة حياة المواطنين إلى الأفضل عالميا والإمارات تتصدر أكبر صفقات الاستحواذ والدمج في الشرق الأوسط جولتنا منتبع على صحيفة الوطن القطرية تعزيز التعاون الأمني القطري الفرنسي وتكامل في مهام وواجبات العمل الميداني ننتقل لصحيفة الأنباء الكويتية إجراءات قانونية بحق شركة تعدت على مليوني متر مجلس الوزراء نستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990 أيضا من عنوين الأنباء الكويتية 150 دينارا غرامة الاستهتار وتجاوز الإشارة حجز المركبة وسحب رخصة القيادة للمخالف وإعادة اختباره في حال تكرار السحب وحضر سفر الأطفال إلى خارج الكويت من جميع الجنسيات دون موافقة ولي الأمر صحيفة الأهرام من شفية جهود مصرية تشادية لوقف الحرب السودانية السيسية وديبي تعزيز التعاون بين الدولتين والعمل على استقرار ليبيا إسرائيل تستهدف قائدا بحزب الله ومصر تسعى لخفض التصعيد إذن الموضوع اللبناني الداخلي تصدر أيضا الصفحة الرئيسية بصحيفة الأهرام المصرية من جولتنا على الصحف العربية رح نروح لجولة أخرى على الصحف العالمية ومتشوف أبرز العنوين التي تصدرت صفحاتها الرئيسية وطبعا الحدث اللبناني مغيب عن الصفحات الرئيسية صحيفة لوموند عنوانة إسرائيل حزب الله الدروز يتغلبون على الصراع ننتقل إلى صحيفة دي جاردين البريطانية أزمة الشرق الأوسط حماس تعلن مقتل زعيمها إسماعيل هنية في إيران إلى جولة سريعة على صحيفة دي واشنطن بوست بايدن يدعم إصلاح المحكمة أما صحيفة دي نيورك تايمز فكان عنوانة نتنياهو يتواعد برد فعل قاسن على الهجوم الصاروخي جولتنا رح نختمها بفقرة كاريكاتور من صحيفة اللواء إسرائيل تقصف الضاحية وتخطئ الهدف بعد هالعدوان وين الضمانات يا أمريكان من جولتنا على الصحف المحلية وجولة سريعة على الصحف العالمية منكم وصلنا لنهاية حلقتنا بتلاقيكم الزميلة جريسيا أنتون بنشرة ساعة 8 موعدنا بيتجدد صباح بكرة مع أخبار وعنوين جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر